ما نشاهده نحن في عياداتنا في مستشفياتنا بعيد جدا عن ما يشاهده همهومة ولكن هو علم بحد ذاته اختصاص بحد ذاته جراحة وطب الحروب لكن احنا باتصال دائم بالناس بأزملائنا والكل حتى على جروبات واتساب على الجروبات الفيسبوك لأنه في انترناشنال نتوركس يجمعوا الأطباء والجراحين وعننا فكرة بسيطة لمحالة ومخجل أنه يكون عنا هالكمية من العجز ومؤلم جدا ولكن عنا فكرة شوية على نوعية الإصابات بالنسبة للحروق أهم نوع من الحروق موما اثنين الحروق الحرارية يعني باللهب بالنيران وهي التي تحدث الحروق المتعارفة عليها بدرجة خاصة ثالثة ورابعة يعني أنه كل طبقات الجلد تتأكل وتصل حتى إلى العظم وما يسمى بالتفحم هذه الحرارية وهناك الحروق الكيميائية خاصة بما نراه وللأسف من استعمال مواد محرمة دوليا كالفوسفور الأبيض فهذه مادة صعبة التعامل معها لأنها لزجة شمعية شديدة الاشتعال ممكن تشتعل مرة ثانية مع تفاعلها مع الأكسجين بالضبط بالأكسجين خطورتها تكمن في أنه مهما كان طريقة التعرض لها هي مخترة وسامة جدا سواء عن طريق الجلد يعني اختراق الجلد أو عن طريق استنشاق الغازات المتولدة على اشتعالها فيمكن تصل إلى حد التسمم التام والقصور القلبي والقصور الكلوي في الساعات التي بعد الإصابة وهي طبعا إصابات مؤلمة جدا وبطيئة الالتئام التعامل معها كجرحين كمان صعب لأنه حتى الدراسات حولها قليلة وشحيحة لأنه قليل يعني الإصابات بها وهي كما قتلكم مادة محرمة فالساعات يلقى ريحهم الجرحين في ظروف صعبة يلزم استقصال وإزالة كل شضايا هذه المادة ثم غسلها بصفة متعدة متكررة بماء معين معقم يعني لديها طريقة خاصة ربما للتعامل معها ولكن ترجمة نانسي قنقر